موسيقى موسيقى اهلا بكم كل اعزائي المشاهدين والمتابعين اهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة مع حلقة جديدة ومواضيع هامة جدا وعاجلة واخبار مهمة جدا تتواطر في كل وكالات الانباء العالمية والمحلية هنبدأ بكارثة في امريكا الان واعلان الطوارئ كمان هذا المشروب يؤدي الى الوفاة انقذوا اولادكم وده تحذير يا جماعة لكل الدول العربية انقذوا اولادكم من هذا المشروب يؤدي فعلا الى الوفاة كمان معانا القنوات النقلة لمباراة كاس العالم قطر علشان اللي عايز يتفرج على اكتتاح الكاس العالم اليوم والمباراة اليوم ويتابع مباراة الايام القادمة كمان معانا بقى المعلومة الصحية اللي قلنا اكتر من 90% من مشتركي القناة طلبوها ان تكون موجودة فقرة اساسية في الفيديوهات بتاعتنا فاحنا معانا فوائد صحية مزهلة للسحلب مش عارف بقى كله يعرف اسمه السحلب ولا هنتكلم عليه فيما قادم يلا بينا نشوف الاخبار بالتفاصيل وكالعادة قبل ما نبدأ بفكر حضرتكم بعمل اللايك للفيديو وما تبخلوش علينا به ويا ريت تعمله دلوقتي وكون شاكر لحضرتك مقدما لانه انتعرفين اللايك هو الحاجة الوحيدة اللي بتخلينا نستمر على اليوتيوب فا ريت تعمل اللايك وما تبخلش علينا به كمان يا جماعة الناس الجديدة اللي عايزين يوصل لهم كل جديد في كل ساعة وكل لحظة يشتركوا في القناة عشان يوصل لهم الجديد هتدوس على الزرارة تحت الفيديو المكتوب على الاشتراك بالعربي او سبسكرايب بالانجليزي ليصلك كل جديد ويا ريت المعلومة متوقفش عندكم يعني في تحذيرات مهمة جدا للاطفال فيا ريت تكسبوا ثواب وتشيروا الفيديو للغير عشان يعرف في فوائد صحية كمان للسحلب يا ريت برضو تشيروا هذه المعلومات هتفيد غيركم فمتوقفوش الفيديو عند حضراتكم وبس واخيرا وليس اخرا زي ما بنقول وبناخد ثواب وبنلتجي الى الله في كل فيديوهاتنا فنقول اللهم نستودعك العالم اللهم نستودعك كل شعوب العالم الابرياء اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب وانزر رحمتك واللطفك علينا يا رب العالمين امين في هذا العام يا جماعة الغريب والصعب والايام اللي جاية لازم نلتجي فيها الى الله فاخد ثواب وقول امين وكتب مليون امين وان شاء الله صوتنا يصل الى السماء هنبدأ بقى في الفقرة الاولى او في الخبر الاول ونشوف معانا ايه عدا طعمه اللذيذ فوائد صحية مذهلة للسحلب هنبدأ بالمعلومة الصحية السحلب ايه هو اللي هو بيبقى شكله كده هل في كل الدول العربية اسمه سحلب ياريت برضو تقولولنا عليه اللي هو بيبقى مشروب عامل زي اللبن كده تقيل بيتعمل من بودرة بيضة وعليه مكسرات اا على وشه وجوز هند فاللي يعرف اسمه او في اسمه مختلف ليه في الدول العربية ياريت تقولولنا عشان نبقى نتعلم من بعض ثقافات اخرى اا هنا بقى نشوف السحلب يعتبر السحلب من المشروبات الاساسية في فصل الشتاء حيث يوفر الدفء للجسم ويساعد على نشر الطاقة وفي هذا الصدد نقدم لكم اهم فوائد السحلب ينشط الجسم وجميع خلاياه يساعد على تنشيط الدماغ وتحسين التركيز تعزيز الدورة الدموية وازالة ركود الدم وتدفئة الجسم السحلب علاج ممتاز للإسهال يستعمل مشروب السحلب في علاج كرحة المعدة حيث يهدئ ويحمي ويحمي بطانة المعدة يعالج السحلب فقر الدم وفقر الدم الاحتواء على نسبة عالية من الحديد يعني بالهنى والشفى لحضراتكم ويريد تستخدموا السحلب بالزاد في الشتاء هو فيه سعرات حرارية زيادة سنة بس لو كوباية في اليوم مش هيأثر على اللي بيعمل الرجيم او اللي عايز يخس لكن مهم جدا جدا في الشتاء وكمان للي عنده كرحة المعدة هتفرق معايا كتير والإسهال برضو هتفرق كتير بألفة هنوشفة ويريد تقولون اسم السحلب برضو لو عندكم أسامي مختلفة هنشوف بقى ليه كل اللي هيتابع كاس العالم اليوم النهاردة عشرين حداشر عشرين حداشر او عشرين نوفمبر يوم الاحد اول افتتاح كاس العالم هيبقى الساعة اربعة بتوقيت القاهرة او بتوقيت مصر ممكن انتو تشوفوا بقى توقيتات المختلفة ما بينكم وبين مصر علشان تعرفوا اللي عايز يشاهد الافتتاح القنوات النقلة اه عشان برضو المعلوماتكم في اتنين وعشرين اه اتنين وعشرين مباراة هتزاع بدون تشفير من تقريبا اربعة وستين مباراة يعني اه اقل من النص حاجة بسيطة او اعلى من التلت فكل ده هيبقى للي ما عندوش اه اجهزة فك الشفرة او اللي ما عندوش اه الاشتراك بتاع بينسبورت هتيجي على بينسبورت المفتوحة اتنين وعشرين مباراة منها مباراة اليوم والافتتاح اليوم دي هتيجي على كل القنوات المفتوحة ونشوف ايه هي القنوات للي عايز يتابع تنطالج غدا الاحد اللي هو على اليوم منافسات بطولة كنس العالم في كرة القدم بمباراة الافتتاح التي تجمع بين منتخب قطر مستضيف البطولة بنظيره الاكوادوري ضمن منافسة المجموعة الاول وان المكرر ان يبث لقاء الافتتاح وباقي مباراة هذا الحدث الرياضي الهام على عدة قنوات وستكون شبكة بي انسبورت التي تملك حقوق ازاعة مباراة بطولة كاس العالم في عشرين اتنين وعشرين في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وابرز الناقلين الحصريين لمباراة البطولة هي طبعا كمان راح النهاردة الولي العهد السعودي محمد بن سلمان علشان يحضر المباراة في قطر وراح كمان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عشان يحضر افتتاح كاس العالم والمباراة في قطر وده لسه منعرفش الرؤساء اللي رايحين فين بس الاخبار اللي جات النهاردة الصبح حتى الان هو محمد بن سلمان وعبدالفتاح السيسي فنتمنى لقطر مهما كان بقى الخلافات احنا بنتكلم على دولة عربية بتستضيف كاس العالم اللي كان حلم لأي دولة عربية انه يتلعب فيها على مدار الكورون كلها كان حلم ان العالم كله يجي يلعب في دولة عربية فلو فيه اختلافات ما بيننا وبين قطر او فيه اي حاجة ما بيني وبين اي دولة انا ببقى محايد جدا في الحاجات دي وبتمنى لقطر الفوز وبفتخر انه بيتلعب كاس العالم في دولة عربية مهما كان الاختلاف السياسي ما بيني وبينها واعلنت بي ان سبورت امس الجمعة ان القنوات الرياضية ستبس 22 مباراة من اصل 64 زي ما قلتلكم وعلى قنواتها المفتوحة في الشرق الاوسط بينما ستبس باقي المباراة على قنواتها المشفرة واعلنت قنوات الكاسة القطرية حصولها على حقوق بس كافة مباراة كاس العالم وستنقل المباراة الافتتاحية عبر قنوات الكاس اكسترا وان اتش دي والكاس اكسترا تو اتش دي للي عايز يعرف بقية القنوات وحصلت قنوات اخرى من مختلف انحاء العالم على حقوق بس مباراة مونديال قطر ولكن معظمها ستنقل هذه المباراة عبر البس الارضي كما ان قنوات اخرى حصلت حقوق بس عدد محدود من المباراة القنوات بقى الباقية اللي هتبس قنوات بينسبورت القطرية وقلنا في قناة مفتوحة هتبس 22 قناة فحضرتك ممكن تدور على ترددها لو مش عندك او في قناة اسمها ايجيبت فوريو قناة دي طبعا لينا هتكتب بالانجليزي ايجيبت فوريو وتردد قناة كاس العالم او ترددات النيلسات هيجي لك كل الترددات عندنا كمان قنوات بينسبورت القطرية وقنوات الكاس القطرية وقناة ZFHD الالمانية والقناة الرياضية المغربية TNT وقناة راي وان الايطالية وقناة ORF وان استوريا HD وقناة Match TV الروسية وقناة TF1HD سوز السوسرية وقناة TF1HD فرانس الفرنسية وITV الانجليزية وCT سبورت التشيكية وده المصدر بتاعها يبقى هاسب لكم اللي عايز ياخد سكرين شوت عشان يدور براحته على القنوات انا واقف ثانية هو اه وهجيب الباقي من فوق يبقى انت كده تقدر تدور على القنوات دي اللي عندك على الامر النيسات او اللي عندك على الريسيبر علشان تقدر تشغل المباريات في الاوقات بتاعتها بنتمنى الفوز لكل الفرق العربية وبتمنى صعود اي فريق عربي ان شاء الله لنهائي كاس العالم وبنتمنى النجاح لاستضافة قطر لكاس العالم في مصر اه نبدأ بقى نشوف الخبر المهم جدا وانقذوا اه اسف وانقذوا ابناءكم واولادكم بصوا جماعة الهنا اولا سم قاتل وتحذير عاجل من تناول استينج مشروب الطاقة الشهير اه هنا مشروب يؤدي الى الوفاة التربية والتعليم تحذر المدارس التي توفر مشروب الطاقة بلاس 18 بعقوبة شديدة وهنا يزيد من ضربات القلب وتحذير من مشروب استينج مشروب الطاقة بلاس 18 نعرف الاول شاكر استينج استينج ده مشروب انتشر في مصر وفي الدول العربية ومكتوب عليه كده استينج وفي منه ازايز وفي منه كنزات بالطريقة دي فا اه ودي الا استينج هو انا مليش دعوة ان انا بتكلم على منتج معين انا مش بقول ان المنتج ده وحش ولا لا ده وزارة الصحة بتقول ان المنتج وفيه تحذير من وزارة الصحة وهنقرأ كل حاجة مع بعض ولكن وصلت ان التحذيرات مثلا في مصر اتبعتت للمدارس كلها وان هذا المشروب يؤدي للوفاء لانه لقوا الاطفال في المدارس ابتدت تجيب استينج اعلنت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية عن بعض العقوبات الهمة التي يمكن ان تتخذها تجاه كافة المدارس التي توفر مشروب الطاقة بلاس 18 او المشروب التي يدعى استينج وذلك لعدة اسباب هامة يجب ان يتم معرفتها بشكل كبير ومعرفة الكثير من المعلومات الهمة الاخرى التي اعلنت عنها وزارة التعليم بالسعودية ومن خلال كافة المعلومات والتفاصيل التي سوف يتم سردها في المقال ان تقوم بالتعرف على كثير من المعلومات يعني ده موجود في مصر وفي السعودية وفي معظم الدول العربية ولكن مصر ووزارة التربية والتعليم قامت بعمل منشور رسمي ارسل لكل المدارس والمنشور مختوم بختم الادارات التعليمية وختم الدولة ومشروب استينج قامت مديريات التعليم في محافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية بتنفيذ كافة المنشورات التحذيرية التي تم اصدارها بعد ان قامت مديريات التربية والتعليم بادارة عبديني التعليمية ولجنة الصحة والبيئة بالقاهرة بأن عددا كبير من طلاب المدارس يقوم بتناول هذا المشروب الدار والذي يطلق عليه مشروب ستينج أو مشروب الطاقة بلاس 18 ويتم شراءه من خارج المدارس وأصبح متداول أيضا في المدارس وكافة الأطفال التي أعمرها أقل من 18 عام يقوم بتناوله بشكل يومي ومستمر مع العلم بأنه قد يتواجد على العبوة وتحذير من تناوله لمن هم أقل من 18 عام نظرا للخطور أو الأضرال التي يتعرض لها الكثير من التلاميذ الذين يقوم بتقليد بعضهما البعض أضرار مشروب ستينج على طلاب المدارس منعت المدارس من تناول مشروب ستينج وذلك نظرا لأنه يحتوي على كثير من الأضرار الكثيرة والخطيرة لمن هم أعمارهم أقل من 18 عام وبالفعل لديه أعراض كثيرة عند تناوله بشكل مستمر وكثير لمن هم أعمارهم 18 عام أيضا ويمكن من خلال كافة المعلومات التالية أن تتعرف على الأضرار التي تم الإعلان عنها زيادة وسرعة في ضربات القلب الإصابة بالفشل الكلوي النشاط المفرط التي لا يمكن أن يؤدي إلى الوفاة بشكل مفاجئ التي يمكن سوري النشاط المفرط التي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة بشكل مفاجئ الإصابة بأمراض الكبد المختلفة هشاشة في العظام مع العلم بأن قامت الإدارة بضرورة التنبيه والملاحظة المستمرة على الأطفال ومنعهم من تناول هذا المشروب مع العلم بأنها يجب أن يتم مراقباتهم أيضا من متابعة الطلاب الكامل كما أعلنت الوزارة بأن من تجاء من تجاهها سوف تقوم بإبلاغ أولياء الأمور من معرفة هذا الأمر حتى تكون على العلم من المخاطر التي يمكن أن تصيب أطفالها وهنا ده طبعا قلنا ده شكله وده التحذير اللي جاي من محافظة القاهرة مدرية التربية والتعليم إدارة عبدين لجنة الصحة والبيئة وتحذير هام السادة الأفاضل مدير المدارس رسمي وخاص بإدارة عبدين التعليمية تحية بناء على موارد إيدينا من مدرية الصحة المدرسية بالمنطقة الطبية إنها لاحظت في عدد كذا وكذا وكذا والمشروب ده بيزود ضربات القلب وبيؤدي الفشل الكلوي والنشاط المفرط والوفاء المفاجئة والكثير من الأضرار الخطيرة والجانبية وده المنشور اللي تم إرساله والمنشور جاي من مدير عام الإدارة والمنصقة الصحي العام ومختوم بختم الدولة وختم الهيئة فبنحضر يا جماعة وقلنا ده مش في مصر بس بس مصر استبقت بسرعة وعملت المنشور في كل حتة فأرجوكم خلي بالكم من أطفالكم المشروب منتشر في الخليج ومنتشر في دول العربية كتيرة ومنتشر في مصر فخلي بالكم من أطفالكم على الحاجات دي بتضيع وممكن تلاقي الطفل جاي له حاجة ولا توفى بعد الشر عليه طبعا وربنا يحفظه لكم ولكن احنا لازم نبقى رقباء على أبنائنا ولازم نبلغهم ده اتكلم مع ابنك وقل له المشروب ده هدي بيقولوا عليه كذا وكذا وكذا فأرجوك ما تسيبش ولادكو دي أمانة وعهدة من الله سبحانه وتعالى في أيديكم نشوف بقى أمريكا وأمريكا في حالة قاتلة عاصفة ثلجية تاريخية تغرق نيويورك وتشل الحركة برا وجوا وده يوم السبت تسعتاشر انبارح حصل كده وبيقولك تاريخية لم تصبك نيويورك بالكامل مشلولة ولما تشوفوا الفيديوهات يعني حاجة سبحان الله أولا ده شكل نيويورك دلوقتي لا فيه مرور ولا فيه سيارات ولا فيه حركة ولا فيه كهرباء ولا فيه أي حاجة وفيه ناسة تقول لي أيوة ما بييجي دايما هو دايما ييجي قبل نهاية السنة وفي راس السنة قبل راس السنة بييجي كده ولما بييجي في شهر احداشر وبدايات اتناشر بتيجي عواصف مش كده اللي جات بكلام الأمريكان ان دي تاريخية غير مسبوقة بهذه الطريقة فاحنا قلنا الشتاء اللي جاي هيبقى الشتاء قارس جاي بأنيابه فخلي بالكم لان بردو الدول العربية في بدايات او نهاية هذا العام هتبقى السقيع والبرد لا يحتمل من كل علماء الطقس والمناخ فنشوف بقى في امريكا رصدت قناة العربية ما تعرض له ولايات شركة امريكا لسيما نيويورك وبوستن التي ضربتها عصفة ثلجية تاريخية ادت الى شل الحركة فيها وانقطعت طيار الكهرابي وفوضى في حركة النقل انقطاع الكهرباء وبحسب التقرير عانية المنطقة التي يصل عدد سكانها الى سبعين مليون نسبة من انقطاعات الطيار الكهربائي واعلنت السلطات الامريكية حالة الطوارئ في ولاياتي نيويورك ونيوجيرسي مطالبة سكان بالبقاء في منازلهم تخيل سبعين مليون واحد بيتحبس رياح اعصار واشار التقارير الى تساقط الثلوجة الكثيفة التي حملتها رياح بقوة رياح الاعصار يوم السبت في شرق الولايات المتحدة حيث تسببت واحدة من اقوى العواصف الشتوية منذ سنوات في اصدار تحذيرات مشددة من الطقس ومع صدور تحذيرات متعددة من العاصفة الثلجية تلقت مدن مثل نيويورك وبسطن العبء الاكبر للعاصفة حيث اكدت خدمة الارصاد الجوية الوطنية ان العاصفة اشتدت الى ما يسمى القنبلة الاعصار خدوا بالكم من دي القنبلة الاعصار وهي ظاهرة تتميز بالقوة المتفجرة للخفاض السريع في الضغط الجوي والبقاء في المنازل وطبعا فيما ترقمت 25 سنطي من الثلوب في شمال منهات واغلقت خطوط بعض القطارات الاقليمية لازالة الجليد وبصوا يا جماعة المناظر العربية عليها اديها عربية فوقيها وهنوريكم الفيديو ده بسرعة علشان برضو حقوق الطبع والنشر فنشوف الفيديو سريعا بصوا بصوا يعني نص البنت نصها في الجليد العربية مغطاة بالكامل انتوا شايفين ان ما فيش حد يقدر يشوف حتى كاف ايديه غير القنبلة الاعصار اللي هنجيب لكم عليها تقرير كامل لان عملت روع بقى كن في حاجة نووية بتتضرب في الجو وهذا منظر امريكا الان ونقول الحمد لله ارجوك قول الحمد لله على اللي انت عايش فيه لان ربنا بيحبنا قوي 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 واحنا يعني غير دول كتير بتشوف الويل فممكن تقول الحمد لله ان على الاقل فيه شوية برد ولكن احنا مستحملين وبنشوفش عزي الكوارث الخطيرة في نهاية هذا الفيديو لم يتبقى لي الا شكرا حضراتكم على توجدكم معي بفكر حضراتكم بعمل اللايك بنشر الفيديو ونشر المعلومة بالاشتراك في القناة ليصلك كل جديد استنوني وتابعوني في فيديوهات مهمة جدا النهاردة اترككم في رعاية الله وامنه والسلام ختام على الجميع مهمة جدا